لقي قيادي حوثي مصرعه في كمين بمحافظة ريمة غرب اليمن والخضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية وذكرت مصادر اعلامية ومحلية متطابقة ان القيادي الحوثي المدعو ابو حرب الصعدي قتل مع خمسة من مرافقه في كمين نصبه مسلحون مجهولون الجمعة في محافظة ريمة واوضحت المصادر ان الكمين نفذ عقب يومين من اقتحام القيادي الحوثي الصعدي برفقة العشرات من مسلحي الميليشيا مركزا لتحفيظ القرآن في مديرية السلفية وإحراق محتوياته وتحويل المبنى الى مقر لعناصر الحوثي واعتبرت مصادر ان الحادثة بداية نشاط مقاومة مسلحة لمواجهة ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها فاصلا وصولا لمنع صلاة الترويح في المساجد وتحويلها الى اماكن لمضغلقات وثكنات لمسلحيها الكمين نفذ عقب يومين من اقتحام الصعدي برفقة العشرات من مسلحي الميليشيا مركزا لتحفيظ القرآن واشار الى ان عناصر استطلاع قوات الجيش في جبهات مأربة رصدت خلال احد عشر يوم الماضية ارتكاب ميليشيا الحوثي مائتان وستا وعشرون خرقا للهدنة مؤكدا ان ميليشيا الحوثي تواصل الدفع بتعزيزات الى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية بمأربة واستهداف المدنيين في مأربة بصاروخ بليستي اسفر عن اضرار مدية بممتلكات المواطنين شنت ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا اليوم سبت قصفا صاروخيا استهدف مخيمات للنازحين في مدينة مأربة شمالية شرق اليمن في خرق مستمر للهدنة لليوم السابع على توالي وبحسب مصادر محلية فان الميليشيا الحوثية شنت قصفا بصاروخ دستي سقط بقرب مخيمات نزوح في مديرية الوادي التي تضم كبريات مخيمات النزوح المصادر ذكرت ان القصف تسبب باضرار مدية كبيرة من دون ان يخلف ضحايا ويأتي تصعيد الميليشيا وانتهاكاتها للهدنة في ظل الالتزام التم لقوات الجيش والمقاومة بوقف اطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية افادت مصادر محلية في محافظة ابي وسط اليمن باقتحام ميليشيا الحوثي الارهابية منزل احد المواطنين بمديرية السياني وذلك في ظل انتهاكاتها وتغذيتها للصراعات داخل المحافظة وذكرت المصادر ان عناصر حوثية اقتحمت منزل المواطن ماروان الوائلي الذي قتل قبل يومين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة العربيين بمديرية السياني جنوب اب واوضحت المصادر ان منازل المواطنين في ذات المنطقة تتعرض لاطلاق نار واستهداف من قبل مسلحين في اوقات الليل منذ قرابة الشهرين واخرها ليل امس الجمعة واشارت المصادر الى ان الميليشيا الحوثية اختطفت اثنين من اقارب القتيل الوائلي بعد اقتحام المنزل ونقلتهم الى سجنها بادارة مديرية السياني وحسب المصادر فان ميليشيا الحوثي اتركت الجنات طلقاء ولم تلقي القبض عليهم لافتة الى انها تواصل تغذية الصراع وتأجيج الخلافات بين ابناء المنطقة وتشهد محافظة ابي فوضى مية وتزايدا مرعبا لجرائم القتل المروعة واتهامات لميليشيا الحوثي بارتكاب الاف الجرائم من بينها القتل والاختطاف والاخفاء القسري والاستغلال الجنسي والتعريب في السجون